تلقى حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجبر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهانن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من إخوانه سمو للعهد الشيخ مشعل الأحمد الجبر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانمة وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي سالم الصباح وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النوافل أحمد الصباح أعربوا فيها عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لسموه رعاه الله بهذه المناسبة الكريمة والدعاء لسموه بدوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن الغالي نحو كل ما فيه عزته وازدهاره مبتهلين إلى الباري تعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الكويت وشعبها بالخير واليمن والعزة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والسداد وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه شكرا وتقديرا على ما أعربوا عنها من مشاعر طيبة ودعوات صادقة سائلا سموه رعاه الله المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بالخير واليمن والبركات وأن يدي منعمة الأمن والأمان والرخاء على الوطن الغالي ويحفظه من كل مكروه ويحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تطلعان إليه من رفعة ونماء وأن يسود الأمن والاستقرار والسلام شعوب العالم أجمع